السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله في الفيديو ده نشوف مع بعض زي ان احنا نحمل و نثبت برنامج بليناء اتشر على نظام تشغيل ويندوز و لينكس و ماك نبتدي اول حاجة بتحميل البرنامج اول حاجة ندخل على الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج و ان شاء الله هتلاقوه في الوصف اول ما تدخلوا على الموقع هتدوسوا هنا على جزئية التحميل و هنا طبعا التحميل ده هيبقى الشكل المناسب للجهاز بتاعك يعني انا مثلا على ويندوز فهو بشكل افتراضي جابلي ويندوز اللي يشتغل على نواية 32 بيت و 64 بيت اما مثلا لو انت شغال على لينكس فيجيبلك الاختيار ده اتشر فور لينكس اكس 64 اللي هو ده اللي يشتغل على نظام تشغيل لينكس لنواية 64 بيت وينزل معاك بشكل App Image اما بالنسبة لو انت على ماك فتلاقي الاختيار ده اتشر فور ماك او اس وينزل معاك بصيغة DMG على العموم هتدوس على التحميل من هنا ويبدأ انه يتحمل معاك على طول ننتقل دلوقتي لتثبيت البرنامج للويندوز بعد ما يخلص معاك التحميل هتلاقي نزل معاك الستطب بتاع البرنامج هتدوس عليه وهتجيلك اتفاقية الاستخدام الخاصة بالبرنامج فهتدوس هنا على iagree ويبدأ على طول انه هو يسبت البرنامج تمام بعد ما تسبت البرنامج هتلاقي فيه اختصار نزل ليه على سطح المكتب وكل ما تحتاج البرنامج هتفتحه من هنا وهيشتغل معاك عادي وتقدر تستخدمه من غير اي مشكلة ننتقل دلوقتي لتثبيت البرنامج على linux اول ما تحمل البرنامج هتلاقي نزل على folder downloads هتلاقي اهو وهتدوس عليك لك يمين بعدين هتنزل على اخر اختيار properties وهيفتح لك القائمة دي وفيها خصائص البرنامج فانت تروح هنا على permissions وهنا فيه execute هتفعل الاختيار ده اللي هو الاو executing file as a program عشان يشتغل معاك على طول وهتروح تاني على البرنامج هتدوس click يمين بعدين هتدوس هنا على run وهتلاقي تفتح معاك على طول وتقدر انك تستخدمه ننتقل دلوقتي لتثبيت البرنامج على الماك الموضوع بسيط جدا هتدوس على ملف ال dmg بتاع البرنامج اللي انت محمله بعدين هتتفتح لك القائمة دي فهتجيب ايقونة البرنامج هتمسكها كده وهتحطها على folder applications وهتلاقي ايقونة البرنامج ظهرت معاك وتقدر تستخدمه من غير اي مشكلة بسهولة وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو ويعرفنا مع بعض زي ان احنا نحمل ونثبت برنامج اتشر للويندوز ولينكس وماك لو اي حد عنده سؤال يكتبه تحت فيه التعليقات وان شاء الله هرد على فارة بوقت السلام عليكم